في هذه اللحظة الكيان الإسرائيلي يواصل قصف قطاع غزة وارتكاب جرائم حرب في حق الأطفال والنساء والمدنيين مع استمرار الحصار المطبق على القطاع واستهداف المنشآت المدنية والصحية في انتهاك واضح للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية أين حقوق الإنسان؟ صحيح أين العقوبات الدولية؟ وفين القانون الدولي ما بين قصين كده الإنساني؟ تعالوا نتعرف مع حضراتكم على الوضع القانوني لجرائم الاحتلال هل ممكن تحاسب إسرائيل في يوم من الأيام؟ بنسمع كتير عن القانون الدولي الإنساني عن المحكمة الجنائية الدولية هنعرف تفاصيل أكتر مع دكتور مصطفى أحمد أبو عمر عميد كلية الحقوق جامعة طنطة اللي مشرفنا ومنورنا في استوديو صباح الخير مصر أهلا بك دكتور منورنا أهلا وسهلا قتل مدنيين استهداف منشآت صحية حصار تجويع كل المفردات الخاصة بالعقاب الجماعي شايفينها بتتجسد أمامنا هل في مكان ومساحة لقانون دولي إنساني؟ هو من الوجهة النظرية عندنا النظام الأساسي نظام روما 98 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية نص على مجموعة من الجرائم أنا أجزم أن إسرائيل ارتكبت جميع هذه الجرائم دون استثناء لم تترك جريمة واحدة إلا وارتكبتها في أبشع صورها في أبشع وأسوأ وأخذر صورها ولكن المشكلة كيف يتم تحريك الإجراءات وكيف يتم توقيع العقاب ده محل الكلام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المدى 13 قال أنه ممكن الإجراءات تتحرك ضد الدولة المعتادية بتلات حاجات إما تكون دولة طرف في اتفاقية روما دي أو في النظام الأساسي تطلب من المدعي العام تحريك الأمر أو مجلس الأمن نفسه وده مستحيل في ظل الدعم الأمريكي والدعم الفرنسي ودعم الدول الكبرى لإسرائيل فيه بقى الفقرة جيم هي الأمل أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يكون قد بدأ بالفعل تحقيق في جريمة من جرائم الحرب وإسرائيل كما قلنا ارتكبت جميع الجرائم المنصوص عليها في نظام روما وفي اتفاقية جينيف لسنة 49 الخاصة بإحماية المدنيين ووقت الحرب لم تترك جريمة واحدة منها لو عددناها لن نجد جريمة واحدة كأن واضعي نظام روما وكأن من كتبوا اتفاقية جينيف كانوا يعلمون مسبقا أن إسرائيل سوف تتكب كل هذه الجرائم ولن تترك منها واحدة فالمدعي العامة في المحكمة الجنائية الدولية على حد علمي من حوالي 11 يوم أنشأت موقع لتتلقى فيه كل المعلومات عن جرائم إسرائيل في غزة المادة 15 هذا موقع مفتوح لأي شخص في العالم أي شخص في العالم يبعد نشوف رسائل إليكتونيات البعت وده اللي عايزين نتكلم فيه في دور بقى المواطن دور الدولة مهم جدا لكن دور المواطن كمان مهم جدا في ثلاث نواحي هقول حدك عليهم في وقتها فدلوقت كده حدك لازم هي بتتلقى كل المعلومات والوسائق عن جرائم إسرائيل في غزة والمادة 15 كمان قالت أن المدعي العام من حقه من تلقاء نفسه أنه يحقق في أي جريمة من الجرائم الموصول عليها في نظام روما ويتلقى المعلومات من الدول ومن حقه يطلب معلومات إضافية من حق المدعية العامة الآن أن تطلب معلومات من دولة من منظمة دولية حكومية من منظمة دولية غير حكومية من أي جهة موصوق فيها تطلب منها معلومات إضافية من أجل أن تستوضح الصورة ومن أجل أن تستكمل رؤيتها حول المسألة فطبعا الأمل بتاعنا فيه الفقرة جيم من المادة 13 من نظام روما الخاص نظام الأساسي لمحكمة الجنائية الدولية وأن تواصل المدعية العامة بالفعل عمليات التحقيق ولا تغضع لضغوط من أي جهة ما خاصة الدول الكبرى وإحنا بقى كمواطنين علينا أن نخاطب المدعية على هذا الموقع بكل الوسائل وبكل اللغات ونوصل هذه المسألة والأمر الثاني علينا جميعا كلهم بحسب اللغة التي يعلمها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أن نخاطب شعوب العالم وأن نضع الصورة الحقيقية أمامهم الإعلام في الدول الغربية وفي الدول الأخرى إما غير مهتم وإما منحاز وفي الحالتين ده ضدنا إحنا دورنا بقى إلى وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية والمواطن أعتقد أنه وسيلة الإعلام الأولى لأنه يستطيع أن يصل النظراء في الشعوب وإذا وصلت الصورة الحقيقية ولذلك رأينا لما بدأت الصورة توصل لبعض الدول في الأمس في الكونجرس مظاهرة أو مطالبات يعني وقف العداء في غزة وبدأت دول كلا جدا كلما تضحت الصورة أمام شعوب العالم هذه الشعوب ستضغط على حكومتها الأمر الهم جدا علينا أن نوثق هذه الجرائم وأن نحفظها وأن توضع في أرشيف المنظمات الدولية لأن المادة 29 من نظام رومى الأساس لمحكمة الجنائية الدولية قالت حاجة مهمة جدا أن جميع الجرائم الوردة في النظام ده لا تخضع للتقادم أيا كالنوع يعني يمكن محاسبة إسرائيل بعد سنة بعد عشر بعد مية يوما ما ستخضع أو ستدخل إسرائيل في النظام أو ستخضع المحكمة الجنائية الدولية للضمير العالمي والعدالة وعنده إذن يمكن تحريك هذه الجرائم ضدها واتخاذ الإجراءات ضدها لأنها جرائم لا تسقط بالتقادم فعلينا كعرب وكمسلمين ألا نسقط هذه الجرائم من ذاكرتنا وأن نوثقها وأن نضعها أمام الجهات المعنية وأن نحفظها بطريقة يمكن أن نستخدمها مستقبلا أمام المحكمة الجنائية إذا أخفقنا الآن فإن عدم خضوح هذه الجرائم للتقادم يفتح الباب أمامنا مستقبلا في أي وقت كان لتحريك الإجراءات الجنائية ضد الدولة المواطنية هذا هو تنويه لكل المواطنين يعني أنه وثقوا هذه المشاهد هذه الأحداث التي تحدث وزي ما الدكتور تحدث وإرسالها أيضا للمحكمة الجنائية الدولية دكتور مصطفى أسئلة كتير جدا الحقيقة وأعتقد مشاهد كتير يجب التوقف عندها لو هنتكلم حتى على فكرة انتهاك إسرائيل للقوانين الدولية بشكل عام لو نتكلم على نظام روما أو حتى القوانين الدولية المتعلقة باحتلال الأراضي حسب القوانين الدولية أنه يحق لأهل أو أصحاب الأرض المحتلة أن يدفعوا عن أنفسهم وعن أرضهم بأي شكل من الأشكال ده رقم واحد رقم اتنين أنه كان يجب حسب المواثيق وحسب الاتفاقات الدولية أن يتم حل الدولتين على حسب حدود 67 وحتى الآن لم يتم العمل بهذا القرار بالعكس بناء مستوطنات جديدة طول الوقت وأراضي أخرى بيحتلها الكيان المحتل لحد يومنا هذا مشاهدة قصفة رهيبة ودامية ولا يحتملها بشر يعني ماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ يعني إحنا مستنين إيه؟ نحن لازم نسلم بأن المجتمع الدولي تحكمه فئة مسيطرة هي الأقوى اقتصاديا وعسكريا وسياسيا بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانية وبعض الدول الكبرى لا يحمون إسرائيل لذاتها وإنما لاستخدامها كأداة لهز استقرار المنطقة حتى يستمروا في استغلال صلوات المنطقة وحتى تبقى المنطقة العربية سوقا رائجا لأسواق سلاحهم ومنتجاتهم لأنه لو لم تكن إسرائيل في هذه المنطقة لكان العرب في موضع آخر اقتصاديا وسياسيا وتوحديا لكن هذه الدولة أو الدولة وضعتها أمريكا وبريطانيا ومن معهم في هذه المنطقة ليس بهدف حبا في إسرائيل ذاتها وإنما حبا في مصالحهم الذاتية واعتبار إسرائيل أداة لتحقيق مصالحهم على المدى الطويل وهذه الفئة المسيطرة لا تعرف إلا لغة القوة أي أن كان مصدر القوة سواء كانت قوة عسكرية أو قوة اقتصادية أو قوة ضغط شعبي وما لم تجد هذه الفئة المسيطرة قوة من الشعوب العربية وتوحد وضغوط من شعوبهم فإنها لن يكون لديها الدافع إلى الحل السلمي في فلسطين لأن هذه الفئة لا تعرف إلا لغة القوة إلا مصالحها المادية فقط تتحدث فقط عن الأخلاق تتحدث عن مبادئ القانون الدولي تتحدث عن حقوق الإنسان تتحدث عن ديمقراطية كأدوات التدخل في شعور الدول وكأن منطق القوة هو المسيطر على منطق القانون وبنشوف استخدام المحكمة الجنائية الدولية في مواقف كتيرة كأداة سياسية لذلك أسف الشديد بتخدم مصالح الدول استخدموها في السودان من أجل تمجيز السودان إلى عدة دولات رغم أن الجرائم التي ارتكبت هناك لا توازي واحد في المليون من الجرائم التي تتكبتها إسرائيل والتي تتكبها حاليا أنا في سؤال محيرني جدا ودايما مع كل الحروب السابقة وما أكثر هذه الحروب اللي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بتقدم الوثائق للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مواطنين مؤسسات مجتمع مدني حقوق إنسان وللأسف دايما وعايز حضرتك توضح ده للسادة المشاهدين وصحح لي إنه إسرائيل لم توقع لم تنضم إلى نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية وهي ليست طرفا وحاملتها أمريكا صحي هي ليست طرفا لم ينضموا لأنه لو انضموا هيخضعوا وهيحكموا جميعا لأن قادة أمريكا باعتبرهم داعينين لهذا العدوان ومؤيدين لي ولديهم القدرة على ما يمكن أن يحكموا أيضا مع قادة إسرائيل أقول البسيط جدا عدم انضمام إسرائيل يجعلها تماما بعيدة عن أي محاسبة يعني تفلت من أي عقاب ممكن الحل الوحيد أن تواصل المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية عملها وأن لا تعقها أي جهة أخرى مثل مجلس الأمن حتى لو إسرائيل بيش طرف في التفاق روما؟ ما هو إما التحريك للإجراءات بوسيلة من ثلاثة إما دولة طرف تطلب من المدعية العامة تحريكها أو مجلس الأمن نفسه وده مستحيل في ظل السيطرة الأمريكية أو المدعية العامة بإجراءة أو المدعية العامة إنها تبدأ تحقيق وإذا ما تحقق المدى 13 جيه من النظام والمدى 15 بيدوا المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية حق النوع يحقق من تلقاء نفسه في الجرائم اللي بتوصل له معلوماتها وحقه في طلب أي معلومات أضافية من أجل أن يستكمل ملفه لكن برضو ممكن نرجع ونقول أن الأمر يقضع لضغوط قوة معينة يمكن أن توقف هذه التحققات عند حد معين طيب برضو دكتور مصطفى ونحن نتكلم عن مرة أخرى عن القانون الدولي ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية زي ما كنا نتكلم فكرة دعم غير مسبوق من دول كبيرة جدا زي الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وغيرهم لإسرائيل دعم مادي دعم عسكري بيقابل أن في الجهة الأخرى قصف مدنيين بطائرات يعني الوضع حتى يعني هل فكرة الدعم دي أي دولة تقدر تقدم دعم وتقدر تساند وتساعد وتقدر أن هي حتى يعني تصعب الموقف أكثر فأكثر على الطرف الآخر من دون ما أي حد يتدخل أو حتى يعارض برضو هنكرر تاني أن الذي يحكم المجتمع الدولي هو الفئة الأكثر قوة والأكثر سيطرة وهي التي تفرض قانونها دعونا نسلم ولا مجرد معارضة سورية يعني إحنا أصلحنا دلوقتي أمام مشهد يعني مستحيل أي حد عائل يتقبله أو يفهمه يعني تخطى حتى فكرة ازدواجية المعايير ده انحياز واضح تماما لم تعود هناك معايير أصلا ليس هناك إلا انحياز واضح وقاطع وصريح وأوضح مظاهر هذا الانحياز حين تحرك الولايات المتحدة الأمريكية حاملة طائرات أو أكثر إلى المنطقة من أجل دعم إسرائيل لمن تحرك هذه الطائرات إلى الفلسطيني الأعزل أو إلى المقاومة التي تحمل سلاح تقليدي جدا جدا هتحارب مين ولا الدول التي ستهرع لدعم الفلسطينيين يعني لمن توجه هذه التهديدات ولمن ترفل هذه القوات وحاملات الطائرات وعايز برضو أقول باسم الشعب المصري إذا كان الهدف من ذلك هو تحقيق نقل الفلسطينيين إلى سيناء والتلعب في الحدود فأنا بقول لهم رسالة من الشعب المصري قبل الجيش وقبل القيادة إذا فكرتم في المساس بالحدود فقد كتبتم على نفسكم الفناء من الوجود لأن الشعب المصري ومن خلف الشعوب العربية اليقظة التي لديها ضمير لن تسمح بهذا مهما كانت التكلفة فأي مغامرة إسرائيلية أو ممن يدعمون إسرائيل للعبس بالحدود المصرية العبس بالحدود يساوي فناء إسرائيل من الوجود ده معادلة عليهم أن يفهموها عليهم أن يدركوها هذه معادلة فرضها الشعب قبل النظام السياسي هي معركة زي ما حضرتك قلت معركة بقاء وجود بشكل أساسي دكتور حضرتك من شوية أشرت إلى جملة مهمة جدا أنه جرائم اللي بتحدث لا تسقط بالتقاطق بالضبط يعني أنا لو المحكمة الجنائية الدولية ما عملتش حاجة ببساطة كده لكن ده لا يمنعني من أنا أظل أطالب وأصر على توثيق ما يحدث على الأرض انتهاكات القتل التجويع الحصار وأرسل هذه الفيديوهات أو هذه الوثائق إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية هل ممكن لحظة عدل دولية تحصل يعني في لحظة ضمير العالم زي ما بقولوا كده يستيقظ في لحظة عدل ما معينة ويحصل تعقب لقادة إسرائيل أو يعني كلام ساعتك مظبوط جدا ولذلك هم بيعتمدوا أن احنا زاكرتنا بننسى أن احنا يعني بننسى وبتفوت الوقاء لا احنا عايزين نوصق هذه الأمور ويجب أن تودع في جهات رسمية زي الأمم المتحدة، مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية، المنظمات الإنسانية العالمية لكي تكون هذه الجرائم موصقة ويمكن استخدامها إذا تبدل مدان القوة يوما ما قد تتفوق روسيا والصين ومعهم الفريق المناصر لهم على الولايات المتحدة وعلى غرب أوروبا وفي هذه الحالة يمكن أن تفرض قواعد دولية جديدة يمكن أن يعدل النظام الأساسي لمحكمة الجنائية يمكن أن توجد آلية أخرى مستحدثة لمحاسبة مرتكب جرائم الحرب وفي هذه الحالة نمكن أن نلجأ إلى المدة 29 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أن هذه الجرائم لا تسقط تقادم ويمكن أن نتخذ هذه الإجراءات وكأن الجريمة وقعت في التوى والله حسناً حسناً دكتور، خليني أكد على كلام حضرتك مرة تانية أنه بالنسبة لمصر، الشعب المصري مدرك تمام الإدراق بأمن القومي وحدود أمن القومي ومدرك لقوته والقوة تحتاج أيضاً لهدف وتحتاج لعدل وتحتاج لحكمة حتى تروض وده اللي موجود برضو في مصر طول الوقت مصر دعمة، مصر صوت عقل، مصر صوت حق في المنطقة الشعب المصري بيحمي جيشه، الجيش المصري بيحمي شعبه وده برضو مش حاجة جديدة بنشوفها طول الوقت وعلى مر العصور كمان ده لو هنتكلم على الجانب المصري بالنسبة للكيانة المحتل، فأعتقد أنه فتح على نفسه باب صعب جداً أنه يتقفل كل مواطن عربي في المحيط الإقليمي أو حتى مواطن جرب أنه يقرأ التاريخ بالفعل بقى فيه بينه وبين هذا الكيان بالفعل بقى فيه طار وبالفعل بقى فيه كره أما بالنسبة للفلسطينيين الأشقاء يعني قلوبنا معاكم وما نشعر به حقيقي صعب جداً أنه حتى الكلام يوصفه بالفعل نفسنا نقدم مش هقول بس كمواطنين مصريين أي شخص عربي فعلاً نفسه يكون معاكم ونفسه يقدر يقدم أي حاجة في إيده أنه تساعدكم بأي شكل من الأشكال إحنا معاكم قلباً وقالباً قلوبنا معاكم وبندعي لكم إن شاء الله ربنا هينصركم ويصبركم على ما حدث نشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور مصطفى أحمد أبو عمر عميد كلية الحقوق جامعة طنطق نشكر كيف حدثك؟ شكراً وشرفتنا دكتور وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في حكمة فرعونية كده قديمة بتقول الكل في واحد والواحد في الكل المشهد اللي احنا شفناه مبارح الالتفاف الشعبي على كافة المستويات في الجامعات الطلاب المشهد الرائع والجميل جداً الشباب المتحمس اللي بيقول لنا أن القضية لسه عفية وبهية وموجودة في قلب ووجدان كل مصري وكل عربي رسالة مهمة جداً كلنا بنصطف حول القيادة كلنا بنقول بصوت واحد أننا منحزين لأرضنا ومنحزين دايماً لفلسطين